اشتركوا في القناة يأتي هذا الحفل في سياق سعي إدارة جمعية رعاية اليتيم الخيرية حوض البقعة وإدارة المخيم الصيفي الخامس والأربعون لتعزيز إيراد المخيم من خلال هذا الحفل الجماهيري في قصر الثقافة حفل إشهار المخيم الصيفي قام على أحيائه الفنانة الفلسطينية سناء موسى وفرقة الحنونة وشهد الحفل تقديم وصلاة غنائية تراثية فلسطينية وأدب كات شعبية لقت إعجاب الحضور دائما نعتبر أنه لما إحنا نيجي نقدم إشي له الأطفال الحلوين كأنه يعني إحنا عم نعملهم معروف قالوا أرسم ضحقة على وجه الطفل صراحة هن اللي عم بيعطونا أمل هن اللي معطينا فرصة حتى نقدم شيء جميل فإحنا مدينين إلهم بهاي المشاعر الحلوة مدينين إلهم بهاي الابتسامة اللي مرسومة ع وجوهنا الكل لأنهم بإسرارهم بطريقة تعاملهم مع الواقع الصعب اللي نوجدوا فيه واللي نخلقوا فيه بيعطونا عمليا أمل ودفع إلى الأمام إحنا الكبار فهل أدي بشرفني وهذا إشي بسيط وليس لازم أشكر عليه حتى ما إلي فضل هذه واجب كل واحد فينا يقدم ولو شيء بسيط لهدول الأطفال اللي هدى عم بيعطونا كثير المخيم الصيفي تأسس سنة 1973 لخدمة الأطفال الأيتام في مخيمات اللاجئين في الأردن وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولية ويشتمل المخيم على برامج تربوية وثقافية إذ يشكل فرصة للتعلم والتعبير عن الذات أول شيء أي حدا بشارك بهذا الحفل حفل الأيتام أول شيء بيدعم الأيتام ماديا لأنه ريح هذا الحفل أساسا ريح للأيتام ثانيا الدعم اللي إحنا بنأدمه إلنا ولا الأيتام سوى إنه إحنا بنعرف بقضيتنا ونبقيها حية في قلوبنا بدل ما نحن مخيمات الشتات وبدل ما نحن كل واحد في بلد أنه نتجمع كلنا في هالحفل حتى يعني زي ما نحكي نحي اسم فلسطين وتكمن أهمية المخيم في صقله شخصية الأيتام وتقديم الرعاية لهم خاصة في السنوات الأولى لليتير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر